بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكم معي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر اليوم رح نسوي وصفة البسبوسة وصفة من وصفات الحلويات المعروفة عندنا بالشرق الأوسط وبلادنا العربية كتير محبوبة وبرمضان كتير الناس بتحب تعملها وبصراحة هي طريقتها كتير سهلة وهاي الوصفة عندي يعني بعملها من زمان كتير وصفة مضمونة بضمن لكم إنها تكون يعني وصفة ناجحة 100% فتابعوها للأخير معاي ورح تسويها وإن شاء الله تبعتولي كيف حتكون النتائج بدي أحكي لكم عيار القطر عندي هنا أنا عملته عيار خفيف للي بيحب البسبوسة ما تكونش مكترة كتير إذا أنتوا بتحبوها مكترة كتير مثلنا زيدوا كاسة هلا أنا بحكي لكم بالبداية رح أحط القطر عن نار يعني اللي بيحبها مكترة كتير رح نحط أربع أكواب ونص سكر لأربع أكواب مي اللي بيحبها حلوتها متوسطة يعملها بتلت كسات ونص سكر لتلت كسات مي أنا عملتها هلا زي ما بتشوفوا كاتبته أنا غير اللي عملته يعني عاملة أنا تلت كسات ونص لتلت كسات لأني أنا عندي قطر زيادة وزدتها بعد ما أنا قطرتها رديت زدتها الكاسة اللي حكت لكم عنها فإذا بتحبوها مكترة كتير اعملوا أربع كسات ونص لأربع كسات مي هلا هون عندي أنا بيجات رح أحط أربع حبات بيض ورح أحط كوب سكر وححط فانيلا تقريبا معلقة كبيرة فانيلا ورح أبرش ليمونة مش ليمونة كاملة يعني برش نص ليمونة أو أقل ورح أعصر شوية ليمون تقريبا معلقتين كبار ليمون كتير نكهتها حتضيف يعني إضافة كتير رهيبة للبسبوسة بس بنصحكم فيها حتى أنا هريست القشطة طريقتها برضو منزلتها حاطة فيها ليمونة كاملة فهون أنا مش مكترة بس كتير النكهة حتعطي طعم طيب ورح أحط كوب زيت نباتي هي مقاديرها سهلة حتكون كوب 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 حليب سائل أو عندك حليب بود رح أحط ثلاث معالق كبار مع كوب المعياري وخلطي ونزلي على المواد رح نخلط طبعا إشي طبيعي ورح ننزل كوبين سميد خشن السميد اللي منستخدمه خشن ما تستخدمه ناعم للبسبوسة والهريسة دائما كوب سميد خشن رح نخلط طبعا ورح ننزل هلا كوب طحين بعد ما حطينا كوبين سميد خشن رح نحط كوب طحين هي طبعا اللي طحين بيخليها تتماسك ورح نحط معلقتين صغار باكينج باودر معلقتين صغار باكينج باودر رح نخلط طبعا إذا بدكم بالمكسر أو بالخلق يعني بالشي اسمه اليدوي اللي هو الوسك اليدوي رح نحط كمان كوبين جوز هند برش الجوز الهند رح نحط كوبين أو إذا بتحبيهوش كتير كوب ونص بكفي بس أنا بحبه بصراحة يكون ظاهر في البسبوسة فأنا حطيت كوبين تقريبا والصينية عندي مقاسة 35 سانتي دهنتها بطحنية بإمكانكم الدهنوها زيت برضو بس الطحنية بصراحة بتعطيلون كمان حلو للتحمير ورح نضيف أو ننزل الخليط بالصينية طبعا أنا ما ريحتها على طول نزلتها بالصينية وهزيت الصينية هيك دكيتها يعني أساس أنه تت يعني تأخذ كل حواف الصينية نفس المقياس أو نفس السمك وكنت أنا محمي الفرن على 350 في هرنهايتي تقريبا 170-180 مئوي لما تشوفي الحواف من تحت تتحمرت بتطلعيها فوق على الشواية وبتحمريها ما بتأخذ أبدا وقت من فوق ديروا بالكم يدوب يعني أقل من خمس دقائق أو خمس دقائق بالكتير حسب النار عندك ورح نحط طبعا عليها القطر القطر رح يكون أنا كنت عملته بالأول ودافي يدوب يعني فيه دفا فدرته عليها وعلى طول تشربت زي ما أنتوا شايفين وزي ما حكت لكم رجعت أنا بعد ما حتى صورت لكم القطعة رجعت حطيت عليها كمان كوب لأنه إحنا بنحبها مكترة منيح فزي إذا بتحبوها مكترة منيح زي ما حكت لكم أربع كسات ونص سكر لأربع كسات مي إذا بتحبوا قطرها زي يعني يكون خفيف وهيكا لطيفة مش كتير مكترة بتكون ثلاثة ونص سكر لثلاثة مي ممتازة ونرش رشت جوز هند بالأخير طبعا وبتكون هيك عنا جاهزة طبعا رح نقطحها بالشكل اللي إحنا بدنا إياه ونتركها شوي تبرد عشان طبعا أطيب وهي باردة وبس هاي طريقتنا بتمنى عن جدة تكون عجبتكم الوصفة وزي ما حكت لكم وصفة مضمونة وناجحة إن شاء الله 100% بنصحكم تسووها وإن شاء الله رمضان كريم إذا يعني بتحبوا تسوها في رمضان سيفوا الفيديو وشيروا إذا سمحتوا تفاعلوا مع الفيديو بالشكل اللي إنتوا بتقدروا عليه وصحتين وألف عافية وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بوصفات سمر